اشترك واضغط على منبه الاشعارات ليتم اعلامك بكل فيديو جديد الكمون فوائده جدا عظيمة يسمى في الاردن فلسطين وسوريا والعراق وبعض دول الخليج الكمون لكن اسمه في ليبيا وبعض الدول كمون الحوت يعني كمون السمك اللي يحطوه على السمك فبالتالي عشان ما يعمل الانفاخ فبسموه كمون الحوت اذا غني الكمون بالمعادن المفيدة ونسمع بعضنا بدي احكي لكم بس اربعة خمسة من عشرين اللي بيحتويها اذا غني بالكالسيوم للمفاصل يا سلام الكمون فيه كالسيوم اذا غني بالحديد لفقر الدم ما اقول اللي بنحطه على البهار لو اتناولنا كوب بالصبح وكوب اخر النهار وعصرنا عليه قليل من الليمون فيه حديد لفقر الدم واللي عندهم الانيميا ومفيد نعم وما له اضرار اذا فيه من الفسفور للدماغ وسائر بدنة شوفوا هالنعمة والخصائص الموجودة فيه فيه من الزنك اللي بيحافظ على النظر وضد العشاء الليلي وضد الحبوب ضد اتساخ البشرة ضد اي مشكلة ضد الشيخوخة شيخوخة البشرة اذا فيه صوديوم للقلب والشرايين وايضا للكلة هدولة بس القليلة اللي موجود فيه تصوروا بتكتروه على صيدلية تشتروا ملتي فيتامين موجود بالكمون اذا يعد الكمون من التوابل لكن كان يعد زمان هو من المعجزات في الشفاء للامراض وبيقاوم الامراض اذا بيقاوم الامراض وبيقوي جهاز المناعة طالما جهاز المناعة بداخلنا كان قوي صدينا كل الامراض يا سلام الكمون يستخدم الكمون للتخلص من الكرش والسمنة الزائدة وبكافح الدهون اذا اخذنا ملعقة من الكمون على كوب من الماء وصبينا عليه الماء الساخن ووضعنا فيه شرحة لشرحتين من الليمون وترك ناية نقع ونشربه على رواقب هداوة مرتين باليوم وثلاثين يوم روح شوف انه فعلا تتخلص من هذه المشاكل ولا لا الكمون بيقاوم تقلصات الدورة الشهرية وبحد من غزارة الدورة الشهرية اللي عندها النزف فبالتالي بيكون عندها نزف وعطيناها شيء ثاني نعرف ايش الشيء الثاني اللي اعطيناها اياه تناول الكمون خلصها من الالام وزياد النزيف عندها وعوضها بالدم اللي راح ليش لانه نسبة الحديد فيه نسبة عالية شوفوا هالخاصية اللي فيه اذا مفيد جدا الكمون لعسر الهضم والغازات وتطبيل البطن اللي تطبل على بطنك مثل الطبلة الله وكيلكم هذا شيء بتعرفوه اذا بيدخل بالتوابل وبيدخل بالابهارات وبندخله فيه الصواني مع السماك وما اشبه فبالتالي فوائده جدا عظيمة الكمون لو وضعنا البودرة او القليل من المنقوع بقطنة لفناها ووضعناها بالانف حتى الاطفال اللي عندهم النزف من الانف بوقفه الكمون ضد البكتيريا والالتهابات ما شاء الله خصوصا الحبوب اللي بالفم والفطريات اللي بالفم غرغرة ونبسق شوفوا هالخصائص حنا بلشنا ننسى التليفونات هلأ خلينا نتكلم عن الفوائد بعد الفاصل لاستقبل الاتصالات اذا الكمون نعمة من الله سبحانه وتعالى لابداننا اذا بخفض السكري وهلأ الابحاث بتحكي انه مفيد جدا لمرضى السكر اذا تناول ملعقة من الكمون على كوب من الماء صباحا معقول وبيخفض الضغط ايش بدنا اكثر من هيك اذا كابسولة بدل كابسولة الضغط وكابسولة بدل السكري ومشاكل الغازات والقلون والقلون العصبي يا سلام اذا ضد فقر الدم والانيميا مقوي للبدم يستخدم للتنحيف مع الليمون منقوعه مع الليمون اذا بخلصنا من الكوليسترول والدهون الثلاثية هذه الابحاث الحديثة اللي بتتكلم عن هذا الموضوع لكن ما رأيكم بزمان ذكرنا انه الفراعنة والناس اللي كانوا زمان يستخدموا الكمون ووجدوا البذور في جرار اللي كانوا يحتفظوا فيها بذور الكمون الكمون جدا مفيد لمشاكل القصبات وايضا السعال وايضا لخشونة النفس والصدر فبالتالي اذا حتى تناوله مفيد جدا للي عندهم الارق وما بيدخل بالنوم بسرعة منقوع الكمون بساعدهم على النوم والدخول بالنوم العميق باذن الله سبحانه وتعالى اذا الكمون فوائده جدا عظيمة للي عندهم الام بالعضلات خصوصا الروماتزم وحتى بامكاننا نغلي الكمون البذور بزيت الزيتون وندلك فيها الرقبة والكتف واسفل الظهر وايضا وين ما كان فيه الام بالعضلات وراحين نشوف بعد عشرة لخمستعشر يوم انه بلشت النتائج تظهر من تناول او استخدام زيت الكمون اللي غلينا الكمون بزيت الزيتون فبالتالي بنستفيد اذا الكمون مفيد جدا لحالات المغص والام المغص والام تقلصات البطن وبيخلصنا من الغازات فشوفوا هالنعمة اللي من الله سبحانه وتعالى كانوا يستخدموا اجدادنا زمان لطرد الديدان لطرد الديدان وايضا ذكرت انه كانوا يستخدموا لوقف نزيف الانف للجميع واذا كانوا يستخدموا ضد فطريات الفم وايضا اللي الفطريات اللي بتكون على اللثة فبالتالي سبحان الله في هذه النعمة اذا ذكرنا انه فوائده فوائد جدا عظيمة للسكري وللضغط وايضا للتنحيب وايضا شفاء للجروح والقروح وخصوصا حب الشباب اذا كان ملتهب نضع الماء في قطنة ونبلل المنطقة المصابة فبالتالي سبحان الله انه بساعد على الشفاء هذه وصفات اجدادنا وايضا كانوا يستخدموا للي عندهم دائما تشنج دائما تشنج وخصوصا التشنج العصبي والعضلي فبالتالي سبحان الله في الكمون هذه البذور الطبيعية اللي انا حكيت لكم فعلا انه هي صيدلية وانتو ما بتعرفوا فقط بتدخلوها بالتوابل لكن هي بذور عظيمة مشهورين فيها في الوطن العربي وايضا في الهند وايضا اوروبا لا يمكن اي وجبة اللي يكون عليها رشة من الكمون فبالتالي حتى هم بيستخدموه للتنحيف عشان ياخذوا رشاقة ويتخلصوا ايضا من الكرش وتطبيل البطن وتطبيل اي آسف والغازات فبالتالي والتقلصات والآلام وذكرت كمان مرة انه لالنساء المسكينة اللي عندها دائما نزف في الدورة الشهرية بخفف من النزف وبيعوضها من الدم اللي نزفته اذا لانه هو مقوي للدم سبحان الله في فوائده ايضا للمفاصل ولسائر الجسم اسأل الله سبحانه وتعالى اني اعطيت الفوائد القليلة من اللي بيحتويها الكمون هذه البذور البذور الطبيعية اسأل الله سبحانه وتعالى انه تستفيدوا منها وبعض اسماءها كمون الحوت لانه غني بالكالسيوم والفسفور والحديد هذا القليل والله عن الكمون اشتركت واضغط على منبه الاشعارات ليتم اعلامك بكل فيديو جديد